أفي كل يوم تريد أغراضا وتتجدد لك حاجات؟ هكذا الناس حاجاتهم لا تنتهي فإذا عنت لك حاجة فلا تذل نفسك بسؤال الناس ولكن توجه بحاجاتك كلها إلى من لا تنتهي أعطياته وهو الله الكريم فهو الكريم الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق ويتبرع بالإحسان من غير استثابه ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء وهو الذي إذا قدر عفى وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجى ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى ولا يضيع من لاذ به والتجى ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فمن كرمه سبحانه سخر لنا مخلوقاته وأسبغ علينا نعمه قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن كرمه سبحانه أن عطاءه غير محدود بل هو فوق الأسباب قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فذكر أن زكريا عليه السلام كان يجد عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ومن كرمه سبحانه يجيب الداعين ويعطي السائلين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فمن آمن بأن الله هو الكريم أحبه من كل قلبه فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها فكيف لا تحب من الإحسان كله من عنده ومن استشعر نعم الله وآثار كرمه استحيا منه فلم يعصه قال إبراهيم بن أدهم لرجل وهو يعظه أفيحسن أن تأكل رزق الله وتعصيه ومن آمن بكرم الله سأله ما يحب من أمور الدنيا والآخرة بعزم ويقين بالإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر